المرسومة يشكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها نعكاسات إيجابية على أرض الواقع ما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري نابع من إيمان جلالته حفظه الله ورعاه بضرورة حماية النسيج الاجتماعي ومساندة من حاد عن الصواب وارتكب مخالفات قانونية في العودة للمجتمع والمشاركة في مسيرته ومساعدته في تجاوز الظروف غير المواتية والانطلاق إلى مرحلة من العطاء الوطني والاندماج في المجتمع وقال معاليه إن هذه المبادرة الكريمة التي أطلقها جلالته من شأنه المساعدة في التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات وتدابير البديلة الذي يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في الأخذ به مضيفاً عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة أصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوماً وأشار معالي الوزير إلى أن هذه الخطوة الإيجابية المتطورة تعكس تعد عكاساً لجوهر دولة القانون والمؤسسات وتجسيداً للفكر الحضاري والإصلاحي المستنير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتوجيهات السامية لجلالته بتطوير التشريعات لتحقيق الإصلاح المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة متطلبات تنمية المستدامة منوهاً إلى أن مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أقر دفعتين من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون وذلك بعد توجيهات سموه بدراستها وأضاف أن هذا النهج الحضاري الذي تتبناه المملكة في تشريعاتها وممارساتها على أرض الواقع يأتي انسجاماً مع توجهات المملكة لتحديث المنظومة التشريعية تماشياً مع المعايير والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة وأكد معاليه في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية ماضية في جهودها لترسيخ معايير وقيم حقوق الإنسان في إطار العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر